يجري وزير الخارجية الأمريكي جديد مايك بومبيو زيارة رسمية إلى عدد من دول الشرق الأوسط يبدأها من السعودية بعد الانتهاء من محادثاته مع عضاء حلف شمال الأطلسية وتستغرق زيارة بومبيو إلى الشرق الأوسط ثلاثة أيام وتشمل السعودية والأردن وإسرائيل حيث سيعرض خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني قبل أن يحسم قراره